في الخامس من مارس آذار 1994 توفي المشير عبدالله يحيى السلال في العاصمة صنعاء لم يدرك الكثير من اليمنيين أن الجثمان الذي شيع بعد أكثر من ثلاثين عاما من قيام الثورة هو جثمان القائد المؤسس للجمهورية ثلاثون عاما غيب فيها المشير السلال من أدبيات الجمهورية الرسمية ومناهج التعليم ووسائل الإعلام إلا فيما ندر السلال الذي ولد في العام السابع عشر من القرن المنصر في صنعاء تفتح ذهنه الشاب بعد سفره إلى العراق ضمن أول بعثة عسكرية عام 1936 وتخرج منها برتبة ملازم ثان وحمل كغيره من الضباط الأحرار هم تخلص شعبه من حكم الإمام فبعد تخرجه وعودته شارك في الثورة الدستورية عام 1948 وأودع سجن نافع بحجة في نفس العام وقضى في السجن أكثر من سبع سنوات في عام 55-900-1000 أي حقب الحركة الثورية التي قادها البطل أحمد الثلية ضد الإمام أحمد أفرج عنه الإمام البدر وشغل مناصب عدة بعد ذلك أبرزها وآخرها قائد للحرس ظل هاجس الثورة ضد الإمامة حاجة حاضرة في ذهنه ووجدانه كما ظل مرتبطا بالخلية السرية لتنظيم الضباط الأحرار في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قاد السلال انشقاقا داخل الجيش الملكي وفتح ما خازن السلاح للثوار بعد ذلك بيوم واحد أعلن عن تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد عبدالله السلال فكان بذلك أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية كان وصول السلال لرئاسة الجمهورية وهو الذي تلقى تعليمه بمدرسة الأيتام بصنعاء لموذجا حيا على مبادئ وأسس الجمهورية الجمهورية التي نقلت السلطة من الأئمة التي احتكرتها لألف عام وسلمتها لابن فلاح من أوساط الشعب وأعادت الحكم إلى يد الشعب في أبلغ تجل سياسي للجمهورية وحكم الشعب نفسه بنفسه سهم السلال عقب ذلك ومعه أحرار الجمهورية بتأسيس أهم تحول سياسي في المنطقة آنذاك امتد حكمه من 62 حتى أطيح به بانقلاب في الخامس من نوفمبر 1967 أثناء زيارته للعراق وكان ذلك قبيل حصار السبعين عمل خلال فترة حكمه على تأسيس أول جيش وطني يمني كما ثبت الجمهورية في محيط ضيق محاصر من الملكيين وانكسرت عزلة اليمنيين وانفتحت سياسة اليمن على العالم غادر السلال منصب رئاسة الجمهورية تحت ظروف اللحظة الجمهورية الحارجة حينها لكنه عاش كمواطن جمهوري في ظل التغييب الممنهجي لحضوره في ذاكرة الأجيال التي لم تعرف الكثير عن القائد المؤسس للجمهورية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر